ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ألف قرص من مخدر الإكستازي والريفوتريل وحسب بلاغنا للمديري العام للأمن الوطني فقد أسفرت عمليات البحث المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف تمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في تهريب وترويج المؤثرات العقلية بينما مكنت إجراءات التفتيش من حجز شحنة الأقراص المخدرة موزعة تنمى بين 3623 قرصا من مخدر الإكستازي و25 ألف قرص من نوع ريفوتريل كما تم العطور بحوزة المشتبه فيهم أيضا على أسلحة بيضاء وصيارة مكترات فضلا عن مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من متحصالات هذا النشاط الإجرامي